بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلاب ان شاء الله نبتل مع بعض الجزء الرابع من الفصل الرابع لمقرر النظم بالمعالج في الجزء ده جماعة هنتكلم عن مقرر ما بين الترابس بيقول ايه بيقول ايه الفرق يا جماعة ما بين السابروتينز والترابس احنا قلنا قبل كده ان السابروتينز هو برنامج فرعي البرمج بيكتبه علشان ايه ما يقررش الاكواد مرة تانية واحنا خدناها في المحاضرة اللي فاتت والترابس هو برنامج هو مناداء لبرنامج يخدم بس عن طريق مين نظام التشغيل مش كده فاذا بنقول ان الترابس هو برامج خدمية من قبل نظام التشغيل يعني بننادي على برنامج يخدم نظام يخدمنا عن طريق نظام التشغيل وعادة ما بترتبط بعمليات الانبوتل او بتركوست طيب نقول مع بعض كده هاو ار سابروتينز ديفرنت فروم ترابس بنقول ترابس ار كولد يوزينج تراب انستركشن يعني ايه يتم ايه ها مناداته باستخدام امر تراب جميل طيب وايه كمان ان دايركت كول سروزا تراب فيكتور تيبل احنا اتفقنا ان هو بينادي من خلال عنوان اه بينادي على عنوان يبقى اذا ان دايركت كول يعني ايه يعني اذا ما اتفقنا هنا مجموعة التراب هنا بيبقى مجموعة من العنوين بينادي على ايه ها على ها التراب او الخدمة المطلوبة من عن طريق خدمة عنوين في اذا ان دايركت كول طيب لكن لكن الساب بروتينز ار كولد ايه بقى بيباتين مستدعا باستخدام امر ايه جي اس ار و جي اس ار ار وحنا نتكلم دعنهم بالتفاصيل قبل كده جي اس ار دايركتوكول و جي اس ار ار انداركتوكول ليه انداركتوكول لانه بتتم عن طريق رجستر فاكرين ار اكس اه عشان كده بنسميها انداركتوكول خلي بقى كل من التراب والايه والساب بروتين ينتهوا بامر ار اي تي او امر الريتيرن ارجع تاني للبرنامج الاصلي يبقى احنا كده فهمنا ايه دفرنس ما بين الساب بروتين والتراب طيب الكولنج بتاع التراب بقولك احنا اتفقنا ان الكولنج بتم انداركتوكول عن طريق فيكتور عن طريق مجموعة من جدول فيكتور تابل بيبقى في مجموعة من العناوين شايفينا شباب مجموعة من العناوين بالنادي بيها على مين للسابروتين عشان كده لك رازرزان غير كده يعني عن ترقمين البي سي يقصد بكلمة رازرزان دي يا جماعة ان السابروتين يتم المنادة عن ترقمين البي سي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته